عقدت هيئة الخدمة والإدارة العامة بحضور وزير الدولة لتطوير القطاع العام لقاء موسع مع عدد من المدراء والأمناء العامين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وهدف اللقاء للاطلاع على مخرجات الأطر التنظيمية والتشريعية المتعلقة بمنظومة الموارد البشرية وجاء اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات تعقدها الهيئة لمناقشة مخرجات الأطر التشريعية المرتبطة بنظام الموارد البشرية وغيرها في سبيل تحسين تطوير الإدارة العامة هذا اللقاء يأتي في باكورة سلسلة من اللقاءات التي تعقدها هيئة الخدمة والإدارة العامة لمناقشة مخرجات الأطر التشريعية المرتبطة بنظام الموارد البشرية وغيرها من الأنظمة اللي مكلف الهيئة بإعدادها في سبيل تحسين وتطوير الإدارة العامة وفق نظام إنشاء الهيئة النهج التشاركي اللي اعتمدته الهيئة هذه الورشة جاءت لتؤكد وترسخه في مناقشة مخرجات تعليمات السقطاب والتعيين في القطاع العام بالإضافة لنظام القيادات الحكومية والتركيز على أهمية وحدات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي دور الأمناء والمدراء العامون مهم جدا في المرحلة المقبلة في تفعيل مركزية رسم السياسات والتنظيم في القطاع العام ولا مركزية التنفيذ من الدوائر جاءت هيئة الخدمة والإدارة العامة كهيئة تنظيمية رقابية ويأتي الدور الرقابي لضمان امتثال كافة الدوائر الحكومية بما سيصدر عن الهيئة من تشريعات وسياسات وأدلة بمجالات عملها الثمانية التي تتضمن إدارة الموارد البشرية الخدمات الحكومية وكافة المواضيع المتعلقة بالسياسات والتطوير التنظيمي كالقيادات الحكومية إدارة الأداء الحوكمة الخدمات المشتركة طبعا الهدف من الدور الرقابي للهيئة ليس تصييد أخطاء دائما بنحكي أنه الهدف من دورنا الرقابي هو التطوير والتحسين هدفنا الارتقاء بأداء المؤسسات الحكومية بهدف تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين لتحقيق الرؤى الملكية السامية التي توجهنا دائما بأن يكون الإصلاح الإداري له أثر يلمسه المواطن جاء هذا اللقاء لشرح المزيد من التعليمات التي صدرت عن هيئة الموارد البشرية للسعي قدما في خارطة الطريق لتطوير القطاع العام بما ينعكس على أداء القطاع العام وما يتعلق بمجموعة الموظفين تعليمات صادرة ما يتعلق بتعليمات الاستقطاب والتعيين وتعليمات تعيين القيادات وما يتطلب من المؤسسات والوزارات المعنية بالتعاون مع الهيئة لتنفيذ هذه التعليمات بما ينعكس على أداء الموظفين وأداء القطاع العام بشكلها جاء هذا اليوم التشاوري برعاية معالي وزير تطوير القطاع العام وعطوفة رئيس هيئة الخدمة والدارة العامة للحديث عن مخرجات هيئة الخدمة والدارة العامة والتي تتعلق بنظام إدارة القيادات الحكومية وهو نظام متكامل لأول مرة يصدر بشكل متكامل لإدارة ملف القيادات على مختلف المستويات سواء كانت قيادات علية أو قيادات تنفيذية أو قيادات مستقبلية كما شمل اللقاء أيضا اليوم شرح لتعليمات الاستقطاب والاختيار والتعيين في القطاع العام وهم المضامين والملامح اللي جاءت فيها واللي تعتبر جديدة نوعا ما على القطاع العام من أجل استقطاب أفضل الكفاءات لشغل الوظائف اللي راح تشغر اعتبارا من بعد صدور هذه التعليمات في القطاع العام جاء اللقاء اليوم لتسليط الضوء على الأطر التشريعية والتنظيمية لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام عن طريق دعوة مجموعة كبيرة من الأمناء والمدراء العامين في القطاع الحكومي أي في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية وتم تسليط الضوء فيها على عدة محاور أهمها تعليمات الاستقطاب والتعيين في القطاع الحكومي بشكل عام وأيضا دمج إدارات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الوزارات والمؤسسات الحكومية امتثالا للمادة سبعة على باء من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام إضافة إلى الحوار وتبادل النقاش لجلب الملاحظات حول التطبيق العملي لنظام الموارد البشرية في القطاع العام حيث أنه نفذ من واحد سبعة من هذا العام وشهد اللقاء عقد سلسلة من الجلسات الحوارية على عدة محاور وشمل معظم جوانب تحديث القطاع العام ونظام الموارد البشرية